الرئيس الروسي فلادمير بوتين أصدر أمراً بالإفراج عن أوكسانا سيفاستيدي المعتقلة منذ العام 2015 بتهمة الخيانة العظمى في العام 2008 وقبيل الحرب بين روسيا وجورجيا أرسلت أوكسانا التي تعمل كتاجرة وتبلغ من العمر 46 عاماً رسالة نصية عبر هاتفها المحمول ذكرت فيها تحرك الدبابات الروسية باتجاه جورجيا أوكسانا اعترفت بإرسال هذه الرسالة القصيرة إلى أحد أصدقائها الذي كان عضواً في المخابرات الجورجية عقب رؤيتها للدبابات الروسية على مقرب من الحدود الروسية الجورجية موسيقى موسيقى موسيقى